وفق منظور الأمن القومي الإسرائيلي لطالما شكل العراق تهديداً وإحدى الدول العدوى لإسرائيل رغم ما يحوي هذا التصنيف من تعقيدات ومد وجزر على مدار التاريخ الحديث خاض العراق حروباً مختلفة ضد إسرائيل في أعوام 48 و67 و73 العدوة تجاه إسرائيل ازدادت مع اعتلاء صدام حسين سدة الحكم نهاية السبعينات وصولاً إلى ضرب إسرائيل المفاعل النووي العراقي أوائل الثمانينات مع ذلك رأت إسرائيل في صدام حسين سداً منعاً أمام إيران وتصدير ثورتها الإسلامية في المنطقة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 شكل بالنسبة لإسرائيل فرصة لتغيير الأمور لصالحها أو كما يقول خبراء تنفيذ رؤية إسرائيلية قديمة تقوم على ضرورة تقسيم الدول العربية بما في ذلك العراق إلى ثلاث دول سنية وشيعية وكردية من باب تطبيق نظرية فرق تسد يستدل هذا من العلاقة التي جمعت إسرائيل بأكراد العراق منذ خمسينات القرن الماضي علاقة اشتدت وخرجت إلى العلن في السنوات الأخيرة من عكس عبر دعم إسرائيل استقلال إقليم كردستان العراق وتقارير التي تتحدث عن إشراف إسرائيل على تدريب المجموعات المسلحة هناك واستراد ملايين البراميل النفطية من الإقليم علما أن إسرائيل لا تعقب على صحة هذه المعلومات هذا التقارب توزيه عدوة وتهديد جديد آخذ في التشكل يتمثل في المجموعات المسلحة الشيعية خصوصا بعد أن انتهى دورها في دحر تنظيم داعش الذي كان قد التهم ثلثة مساحة العراق بعد أن لحقت بها أضرار وخسار جسيمة في سوريا وفق ما تؤكد مصادر إسرائيلية تلجأ إيران للعراق كمحطة لتخزين ونقل السلاح مع الحفاظ على رؤيتها بإقاء تمركز في سوريا والابنان تمركز ترى فيه إسرائيل تهديدا يطوقها دفع هذا إسرائيل كما كشفت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية إلى قصف موقعين في العراق واحد تابع لفيلق بدر والثاني عبارة عن منشأة للصواريخ الباليستية الإيرانية العراق نفت تنفيذ إسرائيل للغرات فيما لم تعقب الحكومة الإسرائيلية على الموضوع